حاجة معنا النهاردة في التوب 1 هي أكيد قايمة منتخبنا الوطني لكرة القدم وكل الأنباء والأخبار اللي بتحاوط مباريات القدمة اللي هتكون تحت قيادة الكابتن حسام البدري كل الفروفات أكيد لها حسابات خاصة ولكن أكيد احنا على عتاب منافسات رسمية ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 التوب 1 فقر ركبتن حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر استدعاء ست لعبين محترفين بالخارج في بداية مشوار الفريق لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2021 عد ضمن قيمة محمد صلاح لاعب ليفر بول الإنجليزي وظهر فيها محمود كهربا لاعب سبورتيفو أفاش أب برتغالي وبيلعب المنتخب المصري مبارتين أمام كينيا ثم جزر الأمر في تصفيات أمم أفريقيا يومي 14 و18 نوفمبر اللي جاي ومن منتظر أن يرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني لاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللعبين المحترفين اليوم السبت تبقى للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا وبيضم اللعبون المحترفون إلى أو بينضم اللعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر اللي جاي قبل 3 أيام فقط من مبارات كينيا في تصفيات كأس أفريقيا بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية وشملت القايمة 6 لعبين وهم أحمد حجازي وست برامتش الإنجليزي محمد صلاح ليفر بول الإنجليزي محمد النيني بشكتاش التركي أحمد حسن كوكا سبورتين براجب برتغالي محمود حسن تريزي جي أستون فيلا الإنجليزي ومحمود عبد المنعم كهرباء دي سبورتيفو أفاش البرتغالي أكيد يتم الإعلان بعد كده عن قايمة بقى للعبين المحليين اللي هيتم استدعاهم ولكن 6 لعبين أصبحوا ضمن حسابات الكابتن حسام البدري في الفترات اللي جاية ضمن صفوف منتخند الوطني ولكن على الصعيد المحترفين وليس بالمحليين أكيد كل التوفيق اليوم وكل التوفيق أكيد للكابتن حسام البدري في اختياراته لو ماشى أكيد هو عارفها كويس جدا من المحترفين بقى ممكن كان فيه فترة بنسمع أسماء كانت بتتردد دايما في كل تجمعات وكل المعسكرات والمباريات الرسمية كانت موجودة دلوقتي مع توجهات جديدة من قبل الكابتن حسام البدري أصبح فيه ضخ لدماء جديدة وأصبح فيه لعبين بيتم استبعادهم وواضح جدا أنه ممكن يكون فيه أسماء جديدة ضمن القوام الأساسي اللي هيكون بيعتمد عليه الكابتن حسام البدري في الفترات اللي جاية